خبر توقيف ابن شاروخان أريان في قضية الممنوعات من مبارح آلب الدنيا على السوشيال ميتيا خاصة طبعاً أن كل شوية بتتصرب أخبار عن تطورات القضية وآخرها كان تسريب تقرير التحقيق مع أريان اللي وقع عليه واللي بتضمن اتهامه بتعاطي وبيع وشراء الممنوعات طبعاً ما زالت أخبارك قضية تريندينج لحد اليوم يعني فعلاً قضية مش سهلة أبداً وموقف والد والنجم شاروخان ما بينحسد عليه وطبعاً اليوم معانا دانا عشان تكلمنا تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع وناخد آخر الأمديت حسناً خير يا دانا بس النور للأسف هاي القضية كل يوم عم تكبروا بتزيد أكتر وأكتر والتركيز الإعلامي عليها عم بزيد بالهند بالطبع السبب مدى أهمية والدو شاروخان فاليوم تم تحويل أريان لجلسة للاستماع في المحكمة وكان من المتوقع يخرج بكفالة إلا أن المحكمة رفضت طلبهم وقضت أن يتم احتجازه لدى مكتب مكافحة المخدرات إلى تاريخ 7 أكتوبر ليتم استجوابه وأصدقائه بشكل أوسع وليتحققوا إذا كانت الممنوعات اللي لقطوها بغرض التجارة وليقبضوا على السلسلة والمصدر لأن الكميلة تم العثور عليها خلال مداهمة اللي صارت على السفينة السياحية اللي كان يقاب فيها حفل لطعاتي الممنوعات كانت كبيرة وأيضا تم نقل أريان خان واثنين من أصدقائه للمستشفى بصحبة الشرطة لإجراء التحليل الطبية وفحص الممنوعات طب دانا فيه أي أخبار عن وضع والده الآن أي أشياء صارت أو طلعت يعني لأسف أكيد وضعه أهله كتير صعب اليوم البابرادزي لقته لوالدته لأريان زوجته لشارو خان قاوري خان من أمام بيته الصور وهي متوجهة لجلسة الاستماع في المحكمة اللي صارت اليوم من بعد ما تم اعتقاله من قبل مكتب مكافحة الممنوعات ووالده وشارو خان يقال أنه تحدث مع ابنه بالهاتف وهو موقوف في الحجز كما قام الممثل سلمان خان بزيارة صديقه شارو خان مبارح بنص الليل في منزله للإطمئنان على حالته وطبعا اسم شارو خان تصدر مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشرات الباحث من بعد واقعة القبض على ابنه أريان وكل فانس شارو خان قاموا بدعموا عبر منصة تويتر وأطلقوا هاشتاغ للتعبير عن وقوفهم مع نجمهم في هكوايت يعني ده أنا زي ما قال مهند فعلا الموضوع مش سهل أبدا وفيه تطورات كتيرة جدا وحنا أكيد هنتابعها مع المشاهدين هنتهل معاكي دلوقتي لو قضية تانية يمكن بقالها أو عمرها بقاله سنين قوي وهي قضية بريتني سفيرز مع ولدها عايز عرف منك إيه آخر التطورات إيه اللي بيحصل بذكت في القضية يعني هو بيج بيكتوري بنقدر نقول لها بريتني سفيرز في الأسبوع الماضي بالقضية صارت كثير قريبة من أنها تنتحرر وتنتهي من الوصاية القانونية المفروضة عليها اللي سيطرت على شؤونها الشخصية والتجارية والمالية على مدى 13 عام وذلك لما علقت قاضية في لوس أنجلس وصاية والدها جيمي وطلبت أنه يسلم الوالد إدارة شؤون بنته المالية في أسرع وقت إلى خبير محاسبة بما أنه طبعا ثروتها تقدر بحوالي 60 مليون دولار يعني خلاص هي كده توقع أنه صارت حرة بشهونها وما في عليها وصاية ولا لا لسه في وصاية يعني شو فيه قانونيا تخلصت من وصاية والدها وهذا يعتبر نصر كبير لحركة فري بريتني اللي صار الهوائت منطلق أو بتنادي إنها تتحرر من وصاية أبوها واللي عملوا عليها السلسلة من الأفلام الوثائقية اللي كشفت تفاصيل صادمة حول نوعية هذه الوصاية المفروضة عليها لكن هالشيء ما بيعني انتهاء الوصاية بالكامل بعد فهلأ في حدا بيتحكم بشؤونها المالية وشغل محبي بريتني اللي ساهموا بتسليط الضوء على قصتها ما خلص لأنه لازم تنتهي الوصاية بالكامل عليها واللي ممكن تصير عن قريب فالقادية رح تبث الحكم بهالأمر بشهر نوفمبر طبعا كانت ويت صراحة نعرف إلي بيحصل طبعا إذا عرفي لأنا ردت فعلها هي نفسها لما سمعت الخبر كانت إيه هي طبعا نشرت مقاطع فيديو لنفسها وهي بتقود طائرة صغيرة لأول مرة وكتبت بريتني على انستغرام أنا في غاية السعادة الآن ومردت بشكل شخصي وحكت عن والدها ببوست وما حكت طبعا عن والدها ببوست ثاني لكنها آلات على الرغم من وجود تغييرات وأشياء يجب الاحتفال بها في حياتي لا يزال لدي الكثير من الشفاء اللي أفعله وهي طبعا مش لحالها بهالرحلة فماح خطيبها سام أصغري لعلق عابر حسابه على انستغرام اطلقوا بريتني تهنينة